اشتركوا في القناة اكد سعادة السيد رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي حرص المصرف على العمل مع جمعية مصارف البحرين من اجل مواصلة النهوض بالقطاع والوقوف على المبادرات النوعية التي تنفذها بنوك ومؤسسات مالية من اجل تطوير العمل المصرفي جاء ذلك خلال الملتقى الحواري المفتوح 2019 الذي نظمته الجمعية ومن جانبه اكد رئيس مجلس ادارة جمعية مصارف البحرين عدنان يوسف على ان الملتقى الحواري المفتوح يمثل فرصة كبيرة لابراز دور القطاع المصرفي في البحرين في التنمية الاقتصادية المستدامة والترويج لمكانته الريادية محليا واقليميا وعالميا اصدرت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر قرارا باصدار لائحة النظام المناطق الاستثمارية بعد موافقة مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومراجعة مجلس الدولة وذلك في ضوء احكام قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية لتكون بمثابة مرجع للمستثمرين والعاملين بادارة المناطق الاستثمارية وبالمكاتب التنفيذية لتقديم كافة الخدمات بسرعة وكفاءة عالية انكمشت صادرات الصين على غير المتوقع في ابريل لكن الواردات شكلت مفاجأة بتسجيل اول زيادة في خمسة اشهر مما يرسم صورة متباينة للاقتصاد في الوقت الذي تكثف فيه واشنطن ضغوطها على بكين مع تهديدات بفرض مزيد من الرسوم التجارية العقابية وارتفعت واردات الصين لشهر ابريل بنسبة 4% مدعومة بأعلى واردات نفطية للصين منذ عشر سنوات على الاقل حيث استوردت الصين عشرة ملايين وسبعمائة الف برميل يوميا مع فرحة مولود جديد في العائلة المالكة البريطانية تأتي مسؤولية دفع ضرائب للحكومة الامريكية حيث ان المولود الملكي سيحمل الجنسيتين البريطانية والامريكية كما يتوجب على حامل الجنسية الامريكية الاعلان عن اي هدايا قيمتها تتجاوز 15 الف دولار ويعني ذلك ان ميغان ستكون مجبرة على الافصاح عن اي هدايا تقدم لطفلها تتجاوز قيمتها المبالغ المعفاة وعن اي حسابات بنكية للطفل او صناديق استثمارية باسمه اشتركوا في القناة